ماذا عن إجراءات المواجهة التي تتخذها حكومة بوريس جونسون في ظل هذه الأعداد القياسية من الإصابة بأوميكرون وحالات الوفاة وفي ظل عدم كفاية أطقم الأطباء والتمريض نعم يبدو أن متحور أوميكرون بانتشاره السريح هنا في المملكة المتحدة قد كشف تغارات في مجال القطاع الصحي أو على الأقل قد قطع التقشف الذي كانت تقوم بحكومة بوريس جونسون في مجال القطاع الصحي نقص كبير كشفت عنه اللجنة البرلمانية في أطر الطبية بالمستشفيات البريطانية نتحدث عن الأطباء وعن الممرضين بحسب تقرير اللجنة البرلمانية فإن المستشفيات البريطانية تعاني من نقص من أكثر من 93 ألف موظف هذا رقم كبير جدا الحكومة البريطانية قالت أنها ستحل المشكلة على مدة ولايتها وهذا رأته المعارضة أنه وقت طويل جدا وأن الأزمة لا بد أن تحل بشكل عاجل الحكومة البريطانية كذلك أكدت أنها خصصت مبلغ 5.9 مليار جنيه إسترليني لدعم القطاع الصحي أوميكرون فاجأ الحكومة البريطانية عبر إصابة الموظفين في المجال الصحي وبالتالي باتت معضلة المستشفيات البريطانية تنقسم إلى قسمين قسم النقص في الموظفين الذي هو أصلا تابت والنقص نتيجة الموظفين الذين أصيبوا بأوميكرون ويحتاجون من 7 إلى 10 أيام كعزل ذاتي وبالتالي أصبحت المعاناة أكثر عدد المرضى الذين ينتظرون العمليات الجراحية في المملكة المتحدة هو 5.800.000 شخص وبالتالي المتوسط الانتظار تقريبا 18 أسبوعا في ظل الأزمة الحالية الكثير من المستشفيات مددت فترة الانتظار بالنسبة للمرضى وهو ما دق نقص الخطر هنا من طرف المعارضة في البرلمان البريطاني محمد هل يحمل الوضع الوبائي هذه المرة لتبدياة الاقتصاد على الوضع الصحي؟ المعارضة البارحة خاصة على مستوى نائبة رئيس حزب العمال الذي هو الآن في فترة عزل ذاتي بسبب صابته بأوميكرون في جلستها نائبة كيرستاما واجهت رئيس الحكومة بسلسلة من الأسئلة معتبرة أن حكومته ساهمت في تضخم اقتصادي وأنها سبب الأزمة الاقتصادية وأنها بحسب المعارضة لم تكن حكومة بوريش جونزون جاهزة لهذه الاحتمالات وأن جائحة كورونا أضطرت بشكل أكبر بوريش جونزون رد عليها في خلال الجلسة وقال أن الحكومة البريطانية أفضل بكثير من نظيراتها في الاتحاد الأوروبي أو في الدول التكت الأوروبي وأن المملكة المتحدة تواجه الأزمة وفق الإمكانيات المتاحة وبتوازي دون إغلاق عام ودون كذلك التأثير على الاقتصاد وأن الأزمة المالية العالمية هي أزمة لجميع الدول نتيجة جائحة كورونا وبالتالي يبدو أن كل طرفين يحاول أن يستطمر الوضع لصالح نتحدث عن حزب المحافظين وعن العمال في الطرف الآخر في المعارضة أشكرك من لندن مرسل الغد محمد الفنيش